بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن صار على دربه واتبع هداه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الثالث والعشرون من دروس تفسير سورة الأنعام للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية الرابعة والثمانين وما بعدها إلى الآية التسعين من هذه السورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين يقول الإمام في تفسير الآية الأولى وهي قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا يقول في الآية مسائل المسألة الأولى اعلم أنه تعالى لما حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه أظهر حجة الله تعالى في التوحيد ونصرها وذب عنها عدد وجوه نعمه وإحسانه عليه فأولها قوله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم والمراد إنا نحن آتيناه تلك الحجة وهديناه إليها وأوقفنا عقله على حقيقتها وذكر عز وجل نفسه باللفظ الدال على العظمة وهو كناية الجمع على وفق ما يقوله عظماء الملوك فعلنا وقلنا وذكرنا ولما ذكر تعالى نفسه هاهنا باللفظ الدال على العظمة وجب أن تكون تلك العظمة عظمة كاملة رفيعة شريفة وذلك يدل على أن إيتاء الله تعالى إبراهيم عليه السلام تلك الحجة من أشرف النعم ومن أجل مراتب العطايا والمواهب وثانيها أنه تعالى خصه بالرفعة والإيصال إلى الدرجات العالية الرفيعة وهي قوله نرفع درجات من نشاء وثالثها أنه تعالى جعله عزيزا في الدنيا وذلك لأنه عز وجل جعل أشرف الناس وهم الأنبياء والرسل عليهم السلام من نسله ومن ذريته وأبقى هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة لأن من أعظم أنواع السرور علم المرء بأنه يكون من عقبه الأنبياء والملوك والمقصود من هذه الآيات تعديد أنواع نعم الله تعالى على إبراهيم عليه السلام جزاء على قيامه بالذب عن دلائل التوحيد فقال ووهبنا له إسحاق أي من صلبه ويعقوب بعده من إسحاق عليهما السلام فإن قالوا لما لم يذكر أو لما لم يذكر إسماعيل عليه السلام مع إسحاق بل أخر ذكره عنه بدرجات قلنا لأن المقصود بالذكر هاهنا أنبياء بني إسرائيل وهم بأسرهم من أولاد إسحاق ويعقوب عليهما السلام وأما إسماعيل عليه السلام فإنه ما خرج من صلبه أحد من الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ذكر محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لأنه تعالى أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يحتج على العرب في نفي الشرك بالله أن يحتج عليه بأن الله عز وجل أو بأن إبراهيم عليه السلام لما ترك الشرك وأصر على التوحيد رزقه الله تعالى النعم العظيمة في الدين والدنيا ومن النعم العظيمة في الدنيا أن آتاه الله عز وجل أولادا كانوا أنبياء وملوكا فإذا كان المحتج بهذه الحجة هو محمدا صلى الله عليه وسلم امتنع أن يذكر نفسه في هذا المعرض فلهذا السبب لم يذكر إسماعيل مع إسحاق عليهما السلام وأما قوله ونوحا هدينا من قبل فالمراج أنه سبحانه جعل إبراهيم عليه السلام في أشرف الأنساب وذلك لأنه رزقه أولادا مثل إسحاق ويعقوب وجعل أنبياء بني إسرائيل من نسلهما وأخرجه من أصلاب آباء طاهرين مثل نوح وإدريس وشيث عليهم السلام فالمقصود بيان كوامة إبراهيم عليه السلام بحسب الأولاد وبحسب الآباء وأما قوله ومن ذريته داود وسليمان فقيل المراد ومن ذرية نوح عليه السلام أي أن الهاء أو هذا الضمير يعود على نوح عليه السلام ويدل عليه وجوه الأول أن نوحا عليه السلام أقرب المذكورين وعود الضمير إلى الأقرب واجب الثاني أنه تعالى ذكر في جملتهم لوط عليه السلام وهو كان ابن أخي إبراهيم وما كان من ذريته بل كان من ذرية نوح عليه السلام وكان رسولا في زمان إبراهيم عليه السلام الثالث أن ولد الإنسان لا يقال إنه ذريته فعلى هذا إسماعيل عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم بل هو من ذرية نوح عليه السلام الرابع قيل إن يونس عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم عليه السلام وكان من ذرية نوح عليه السلام والقول الثاني أن الضمير عائد إلى إبراهيم عليه السلام والتقدير ومن ذرية إبراهيم داود وسليمان عليه السلام واحتج القائلون بهذا القول بأن إبراهيم هو المقصود بالذكر في هذه الآيات وإنما ذكر الله تعالى نوحا عليه السلام لأن كون إبراهيم عليه السلام من أولاده أحد موجبات رفعة إبراهيم واعلم أنه تعالى ذكر أولا أربعة من الأنبياء وهم نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام ثم ذكر من ذريتهم أربعة عشر نبيا من الأنبياء ذكر داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا والمجموع ثمانية عشر صلوات الله وسلامه عليهم جميعا فإن قيل رعاية الترتيب واجبة والترتيب إما أن يعتبر بحسب الفضل والدرجة وإما أن يعتبر بحسب الزمان والمدة والترتيب بحسب هذين النوعين غير معتبر في هذه الآية فما السبب فيه؟ قلنا الحق أن حرف الواوي لا يوجب الترتيب وأحد الدلائل على صحة هذا المطلوب هذه الآية أي أن هذه الآية تدل على أن الواوي لا تفيد الترتيب فإن حرف الواوي حاصل هاهنا مع أنه لا يفيد الترتيب البتة لا بحسب الشرف ولا بحسب الزمان وأقول والقائل الإمام عندي فيه وجه من وجوه الترتيب وذلك لأنه تعالى خص كل طائفة من طوائف الأنبياء عليهم السلام بنوع من الإكرام والفضل فمن المراتب المعتبرة عند جمهور الخلق الملك والسلطان والقدرة والله تعالى قد أعطى داود وسليمان عليهم السلام من هذا الباب نصيبا عظيما والمرتبة الثانية البلاء الشديد والمحنة العظيمة وقد خص الله أيوب عليه السلام بهذه المرتبة والخاصية والمرتبة الثالثة من كان مستجمعا لهاتين الحالتين وهو يوسف عليه السلام فإنه نال من البلاء الشديد الكثير في أول الأمر ثم وصل إلى الملك في آخر الأمر والمرتبة الرابعة من فضائل الأنبياء عليهم السلام وخواصهم قوة المعجزات وكثرة البراهين والمهابة العظيمة والصولة الشديدة وتخصيص الله تعالى إياهم بالتقريب العظيم والتكريم التام وذلك كان في حق موسى وهارون عليهم السلام والمرتبة الخامسة الزهد الشديد والإعراض عن الدنيا وترك مخالطة الخلق وذلك كما في حق زكريا ويحيا وعيسى وإلياس عليهم السلام ولهذا السبب وصفهم الله تعالى بأنهم من الصالحين والمرتبة السادسة الأنبياء الذين لم يبق لهم فيما بين الخلق أتباع وأشياع وهم إسماعيل واليسع ويونس ولوط عليهم السلام فإذا اعتبرنا هذا الوجه الذي راعناه ظهر أن الترتيب حاصل في ذكر هؤلاء الأنبياء عليهم السلام بحسب هذا الوجه الذي شرحناه المسألة الثانية قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا اختلفوا في أنه تعالى إلى ماذا هداهم وكذا الكلام في قوله ونوحا هدينا من قبل وكذا قوله في آخر الآية ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده قال بعض المحققين المراد من هذه الهداية قال بعض المحققين المراد من هذه الهداية الثواب العظيم وهي الهداية إلى طريق الجنة وذلك لأنه تعالى لما ذكر هذه الهداية قال بعدها وكذلك نجزي المحسنين وذلك يدل على أن تلك الهداية كانت جزاء المحسنين على إحسانهم وجزاء المحسن على إحسانه لا يكون إلا الثواب فثبت أن المراد من هذه الهداية هو الهداية إلى الجنة وأما الإرشاد إلى الدين وتحصيل المعرفة في قلبه فإنه لا يكون جزاء له على عمله والقول الثاني لا يبعد أن يقال المراد من هذه الهداية هو الهداية إلى الدين والمعرفة وإنما كان ذلك جزاء على الإحسان الصادر منهم لأنهم اجتهدوا في طلب الحق فالله تعالى جازاهم على حسن طلبهم بإيصالهم إلى الحق كما قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والقول الثالث أن المراد من هذه الهداية الإرشاد إلى النبوة والرسالة لأن الهداية المخصوصة بالأنبياء عليهم السلام ليست إلا ذلك فإن قالوا لو كان الأمر كذلك لكان قوله وكذلك نجزي المحسنين يقتضي أن تكون الرسالة جزاء على عمل وذلك عندكم باطل قلنا يحمل قوله وكذلك نجزي المحسنين على الجزاء الذي هو الثواب والكرامة فيزول الإشكال والله أعلم المسألة الثالثة احتج القائلون بأن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة بقوله تعالى بعد ذكر هؤلاء الأنبياء عليهم السلام وكلا فضلنا على العالمين وذلك لأن العالم اسم لكل موجود سوى الله تعالى فيدخل في لفظ العالم الملائكة فقوله تعالى وكلا فضلنا على العالمين يقتضي كونهم أفضل من كل العالمين وذلك يقتضي كونهم أفضل من الملائكة ومن الأحكام المستنبطة من هذه الآية أن الأنبياء عليهم السلام يجب أن يكونوا أفضل من كل الأولياء لأن عموم قوله تعالى وكلا فضلنا على العالمين يوجب ذلك قال بعضهم وكلا فضلنا على العالمين معناه فضلناهم على عالم زمانهم قال القاضي عبد الجبار ويمكن أن يقال المراد وكلا من الأنبياء يفضلون على كل من سواهم من العالمين ثم الكلام بعد ذلك في أن أي الأنبياء أفضل من غيره كلام واقع في نوع آخر لا تعلق به بالأول والله أعلم المسألة الرابعة قرأ حمزة والكسائي والليسع بتشديد اللام وسكون الياء والباقون واليسع بلام واحدة ساكنة وبفتح الياء قال الزجاج يقال فيه الليسع واليسع بتشديد اللام وتخفيفها المسألة الخامسة الآية تدل على أن الحسن والحسين رضي الله عنهما من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى جعل عيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام مع أنه لا ينتسب إلى إبراهيم إلا بالأم فكذلك الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن انتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأم فيجب كونهما من ذريته ويقال إن أبا جعفر الباقر رضي الله عنه استدل بهذه الآية عند الحجاج بن يوسف المسألة السادسة قوله تعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم يفيد أحكاما كثيرة الأول أنه تعالى ذكر الآباء والذريات والإخوان فالآباء هم الأصول والذريات هم الفروع والإخوان فروع الأصول وذلك يدل على أنه تعالى خص كل من تعلق بهؤلاء الأنبياء عليهم السلام بنوع من الشرف والكرامة والثاني أنه تعالى قال ومن آبائهم وكلمة من للتبعض فإن قلنا المراد من تلك الهداية الهداية إلى الثواب والجنة والهداية إلى الإيمان والمعرفة فهذه الكلمة تدل على أنه قد كان في آباء هؤلاء الأنبياء من كان غير مؤمن وغير واصل إلى الجنة أما لو قلنا المراد بهذه الهداية النبوة لم يفيد ذلك الثالث أن إذا فسرنا هذه الهداية بالنبوة كان قوله تعالى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم كالدلالة على أن شرط كون الإنسان رسولا من عند الله تعالى أن يكون رجلا وأن المرأة لا يجوز أن تكون رسولا من عند الله تعالى وقوله تعالى بعد ذلك واجتبيناهم يفيد النبوة لأن الاجتباء إذا ذكر في حق الأنبياء عليهم السلام لا يليق به إلا الحمل على النبوة والرسالة ثم قال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده واعلم أنه يجب أن يكون المراد من هذا الهدى هو معرفة التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الشرك لأنه قال بعده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وذلك يدل على أن المراد من ذلك الهدى ما يكون جاريا مجرى الأمر المضاد للشرك وإذا ثبت أن المراد بهذا الهدى معرفة الله بوحدانيته ثم إنه تعالى صرح بأن ذلك الهدى من عند الله تعالى ثبت أن الإيمان لا يحصل إلا بخلق الله تعالى ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بنفي الشرك فقال ولو أشركوا والمعنى أن هؤلاء الأنبياء عليهم السلام لو أشركوا لحبط عنهم طاعاتهم وعباداتهم والمقصود منه تقرير التوحيد وإبطال طريقة الشرك وأما الكلام في حقيقة الإحباط فقد ذكرناه على سبيل الاستقصاء في سورة البقرة فلا حاجة إلى الإعادة والله أعلم ثم قال تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين يقول الإمام اعلم أن قوله أولئك إشارة إلى الذين مضى ذكرهم قبل ذلك وهم الأنبياء الثمانية عشر الذين ذكرهم الله تعالى قبل ذلك ثم ذكر تعالى أنه آتاهم الكتاب والحكم والنبوة واعلم أن العطف يوجب المغايرة فهذه الألفاظ الثلاثة لا بد أن تدل على أمور ثلاثة متغايرة واعلم أن الحكام على الخلق ثلاث طوائف إحداها الذين يحكمون على بواطن الناس وعلى أرواحهم وهم العلماء وثانيها الذين يحكمون على ظواهر الخلق وهم السلاطين يحكمون على الناس بالقهر والسلطنة وثالثها الأنبياء عليهم السلام وهم الذين أعطاهم الله تعالى من العلوم والمعارف ما لأجله يقدرون على التصرف في بواطن الخلق وأرواحهم وأيضا أعطاهم من القدرة والمكنة ما لأجله يقدرون على التصرف في ظواهر الخلق ولما استجمعوا هذين الوصفين لا جرم كانوا هم الحكام على الإطلاق إذا أعرفت هذه المقدمة فقوله آتيناهم الكتاب إشارة إلى أنه تعالى أعطاهم العلم الكثير وقوله والحكم إشارة إلى أنه تعالى جعلهم حكاما على الناس نافذي الحكم فيهم بحسب الظاهر وقوله والنبوة إشارة إلى المرتبة الثالثة وهي الدرجة العالية الرفيعة الشريفة التي يتفرع على حصولها حصول المرتبتين المتقدمتين المذكورتين وللناس في هذه الألفاظ الثلاثة تفسيرات كثيرة والمختار عندنا ما ذكرناه واعلم أن قوله آتيناهم الكتاب يقول يحتمل أن يكون المراد من هذا الإيتاء الابتداء بالوحي والتنزيل عليه كما في صحف إبراهيم عليه السلام وتوراة موسى عليه السلام وإنجيل عيسى عليه السلام وقرآن محمد صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون المراد منه أن يؤتيه الله تعالى فهما تاما لما في الكتاب وعلما محيطا بحقائقه وأسراره وهذا هو الأولى لأن الأنبياء الثمانية عشر المذكورين ما أنزل الله تعالى على كل واحد منهم كتابا إلهيا على التعيين والتخصيص ثم قال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء والمراد فإن يكفر بهذا التوحيد والطعن في الشرك كفار قريش فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وفيه مسائل المسألة الأولى اختلفوا في أن ذلك القوم من هم على وجود فقيل هم أهل المدينة وهم الأنصار رضي الله عنهم وقيل المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم وقال الحسن هم الأنبياء الثمانية عشر الذين تقدم ذكرهم وهو اختيار الزجاج قال الزجاج والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده وقال أبو رجاء يعني الملائكة وهو بعيد لأن اسم القوم قل ما يقع على غير بني آدم وقال مجاهد هم الفرس وقال ابن زيد كل من لم يكفر فهو منهم سواء أكان ملكا أو نبيا أو من الصحابة أو من التابعين رضي الله عنهم المسألة الثانية قوله تعالى فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين يدل على أنه إنما خلقهم للإيمان وأما غيرهم فهو تعالى ما خلقهم للإيمان لأنه تعالى لو خلق الكل للإيمان كان البيان والتمكين وفعل الألطاف مشتركا فيه بين المؤمن وغير المؤمن وحينئذ لا يبقى لقوله فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين لا يبقى لهذا الكلام معنا وأجاب الكعبي عنه من وجهين الأول أنه تعالى زاد المؤمنين عند إيمانهم وبعده من ألطافه وفوائده وشريف أحكامه ما لا يحصيه إلا الله تعالى وذكر في الجواب وجها ثانيا فقال وبتقدير أن يسوي بينهم أن يسوي بينهم لكان بعضهم إذا قصر ولم ينتفع صح أن يقال بحسب الظاهر إنه لم يحصل له نعم الله كالوالد الذي يسوي بين الولدين في العطية فإنه يصح أن يقال إنه أعطى أحدهما دون الآخر إذا كان ذلك الآخر ضيعه وأفسده يقول الإمام واعلم أن الجواب الأول ضعيف لأن الألطاف الداعية إلى الإيمان مشتركة فيما بين الكافر والمؤمن والتخصيص عند المعتزلة غير جائز والثاني أيضا فاسد لأن الوالد لما سوى بين الولدين في العطية ثم إن أحدهما ضيع نصيبه فأي عاقل يجوز أن يقال إن الأب ما أنعم عليه وما أعطاه شيئا المسألة الثالثة دلت هذه الآية على أنه تعالى سينصر نبيه صلى الله عليه وسلم ويقوي دينه ويجعله مستعليا على كل من عاداه قاهرا لكل من نازعه وقد وقع هذا الذي أخبر الله تعالى عنه في هذا الموضع فكان هذا جاريا مجرى الإخبار عن الغيب فيكون معجزا والله أعلم ثم قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين وفي الآية مسائل المسألة الأولى لا شبهة في أن قوله أولئك الذين هدى الله هم الذين تقدم ذكرهم من الأنبياء عليهم السلام ولا شك في أن قوله تعالى فبهداه مقتده أمر لمحمد صلى الله عليه وسلم وإنما الكلام في تعيين الشيء الذي أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم فيه فمن الناس من قال المراد أن يقتدي بهم في الأمر الذي أجمعوا عليه وهو القول بالتوحيد والتنزيه عن كل ما لا يليق به عز وجل في الذات والصفات والأفعال وسائر العقليات وقال آخرون المراد لاقتداء بهم في جميع الأخلاق الحميدة والصفات الرفيعة الكاملة من الصبر على أذى السفهاء والعفو عنهم وقال آخرون المراد لاقتداء بهم في شرائعهم إلا ما خصه الدليل وبهذا التقدير كانت هذه الآية دليلا على أن شرع من قبلنا يلزمنا وقال آخرون إنه تعالى إنما ذكر الأنبياء عليهم السلام في الآية المتقدمة ليبين أنهم كانوا محترزين عن الشرك مجاهدين بإبطاله بدليل أنه ختم الآية بقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ثم أكد إصرارهم على التوحيد وإنكارهم للشرك بقوله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليستوا بها بكافرين ثم قال في هذه الآية أولئك الذين هدى الله أي هداهم إلى إبطال الشرك وإثبات التوحيد فبهداهم اقتده أي اقتد بهم في نافي الشرك وإثبات التوحيد وتحمل سفاهات الجهال في هذا الباب وقال آخرون اللفظ مطلق فهو محمول على الكل إلا ما خصه الدليل المنفصل قال القاضي يبعد حمل هذه الآية على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمتابعة الأنبياء عليهم السلام المتقدمين في شرائعهم لوجوه أحدها أن شرائعهم مختلفة متناقضة فلا يصح مع تناقضها أن يكون مأمورا بالاقتداء بهم في تلك الأحكام المتناقضة وثانيها أن الهدى عبارة عن الدليل دون نفس العمل وإذا ثبت هذا فنقول دليل ثبات شرعهم كان مخصوصا بتلك الأوقات لا في غير تلك الأوقات فكان الاقتداء بهم في ذلك الهدى هو أن يعلم وجوب تلك الأفعال في تلك الأوقات فقط فكيف يستدل بذلك على اتباعهم في شرائعهم في كل الأوقات وثالثها أن كونه صلى الله عليه وسلم متبعا لهم في شرائعهم يوجب أن يكون منصبه أقل من منصبهم وذلك باطل بالإجماع فثبت بهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل هذه الآية على وجوب الاقتداء بهم في شرائعهم يقول الإمام والجواب عن الأول أن قوله فبهداه مقتده يتناول الكل وأما ما ذكرتم من كون بعض الأحكام متناقضة بحسب شرائعهم فنقول ذلك العام يجب تخصيصه في هذه الصورة فيبقى فيما عداها حجة وعن الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لو كان مأمورا بأن يستدل بالدليل الذي استدل به الأنبياء المتقدمون لم يكن ذلك متابعة لأن المسلمين لما استدلوا بحدوث العالم على وجود الصانع لا يقال إنهم متبعون لليهود والنصارى في هذا الباب وذلك لأن المستدل بالدليل يكون أصيلا في ذلك الحكم ولا تعلق له بمن قبله البتة لن يقول وذلك لأن المستدل بالدليل يكون أصيلا في ذلك الحكم ولا تعلق له بمن قبله البتة والاقتداء والاتباع لا يحصل إلا إذا كان فعل الأول سببا لوجوب الفعل على الثاني وبهذا التقرير يسقط السؤال وعن الثالث أنه تعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بجميعهم في جميع الصفات الحميدة والأخلاق الشريفة وذلك لا يوجب كونه أقل مرتبة منهم بل يوجب كونه أعلى مرتبة من الكل على ما سيجيء تقريره بعد ذلك إن شاء الله تعالى فثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على أن شرع من قبلنا يلزمنا ونقف عند المسألة الثانية من المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده نقرأ هذه المسألة والمسائل التي بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين